اشتركوا في القناة الذي بلغت نسبة الانجاز في تنفيذه 66% وتشكل شبكة القطار العمود الفقري لنظام النقل العام في مدينة الرياض اذ جرى اختيار ستة محاور رئيسية بطول اجمالي يبلغ 176 كيلو مترا وبمحطات عددها 85 محطة تغطي معظم المناطق ذات الكثافة السكانية والمنشآت الحكومية والانشطة التجارية والتعليمية والصحية عطفا على ربطها بمطار الملك خالد الدولي ووسط المدينة تم استخدام الات الحفر العملاقة تي بي ام سبع الات حفر عملاقة على مستوى ثلاث مسارات كانت استخدام اربع الات حفر المسار اللي هو مسار رقم واحد طريقة العليا البطحة ايضا تم استخدام الات حفر في طريق اللي هو مسار الرقم ثلاثة تم استخدام أيضا آلتين حفر لمسار رقم خمسة والمسار الأخضر وهذا جميع المسار تحت الأرض وهذا يعني السرع في إنجاز هذا المشروع وقد سممت شبكة القطارات بأحدث التقنيات تم اعتماد نظام تشغيل القطار أوتوماتيكيا بدون سائق مع التحكم بالتشغيل مع غرف تحكم مركزية في حين اجتملت مواصفات العربات على أحدث ما توصلت إليه تقنية تصنيع عربات القطار في العالم كما تتيح للركاب خدمات الاتصال ونقل وتبادل المعلومات من أبرز مواصفات قطار الرياض إن بإذن الله قطار الرياض راح يكون ست مسارات راح يكون كل مسار اللي هو لون خاص فيه كذلك قطار الرياض راح يكون نظام آلي بدون سائق أيضا راح تكون متوفر 338 عربة للقطار وكذلك راح تكون التذاكرة موحدة من القطارات للحافلات ويجتمل تصميم المحطات على استخدام تقنية الخلايا الشمسية التي ستساهم في توفير 20% من استهلاك الطاقة الكهربائية اللازمة للتكييف والإضاءة وقد تم تصميم المحطات وفق نمط معماري موحد ليمثل هوية مشروع النقل العام بمدينة الرياض مشروع الملك عبد العزيز الضمن أربع محطات رئيسية أولا المحطات ستكون المحطة الغربية ستكون على الجسور وثاني المحطات محطة المركز المالي ستكون على الجسور مصممة المصممة زاء حديد تخدم مسارات ثلاثة المسار الأصفر والمسار البنفسجي والمسار الأزرق وثاني المحطات ستكون القصر الحكم ستكون أنفاق المحطة الرابعة والأخيرة هي محطة العليا ستكون أنفاق نصفها فوق الأرض ونصفها تحت الأرض جميع المحطات ستشمل على محلات تجارية ومكاتب حكومية وموقف سيارات قدرت الطاقة الكهربائية لتشغيل المشروع ب468 ميجا فولت امبير حيث سيتم تغذية كل مسار بالطاقة الكهربائية من مصدرين مختلفين عن طريق 12 محطة رئيسية في المدينة سامي الحمود لتلفزيون البحرين الرياض